اختتمت فعاليات الدورة الثامنة وثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وحصد فيلم سولى للمخرج صلاح إسعاد من الجزائر جائزة أحسن فيلم بالمسابقة وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم عمود رئيسي من إخراج ماتيو تورتوني وكرم المهرجان فنان الكليكاتور عمر فهمي لتمييزه في تصميم بوستر مهرجان الإسكندرية اشتركوا في القناة